السلام عليكم ورحمة الله قبل نومك ردد هذا الذكر سبع مرات يكفيك الله ما أهمك من الفقر والمرض والحزن وما إلى ذلك من هوم الدنيا لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب للفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمس حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا هذا الحديث أخرجه ابن السني مرفوعا وأخرجه أبو داود موقوفا وسكت عنه ومثل هذا له حكم رفع لأن ذلك لا يقال من جهة الرأي وهذا ظاهر وذلك أنه حصر هذا الذكر في الصباح والمساء من جهة كما حصره أيضا بعدد معين سبع مرات ثم رتب عليه هذا الحكم كفاه الله ما أهمه وقال صادقا كان بها أو كاذبا فمثل هذا لا يقال من جهة الإجتهاد فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن أبا داود حينما رواه موقوفا سكت عنه وذلك أنه صالح للإحتجاج عنده والمنذري رحمه الله قال لا ينزل عن درجة الحسن وشرح الحديث قوله من قال إذا أصبح إذا دخل في الصباح يعني وإذا أمسع يعني دخل في المساء حصبي الله حسبي أي كافيني أي الله كاف لي في جميع ما أهمني والحسب بمعنى الكفاية يعني أن اعتمادي على الله وهو الذي يكفيني ويكفي من يعتمد عليه لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه عليه توكلت أن اعتمدت وفوت أمري وألجأت ظهري إليه تبارك وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر يقول أنا معتمد إلى الله أنا مفوض أمري إلى الله فهذا هو التوكل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم العرش هو أعظم المخلوقات وخصه بالذكر لكونه أعظم هذه المخلوقات فإذا كان هو رب العرش الموصوف بالعظمة فربوبيته تبارك وتعالى لمدونه من باب أولى إذ هو رب كل شيء وملكه فإذا فوض العبد أمره إليه واعتمد عليه فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ما أهمه وأضاف العرش هنا رب العرش أضاف ذلك إليه وهذا يدل على التعظيم والتشريف والتكريم لهذا العرش كفاه الله ما أهمه يعني من أمر دنياه وآخرته كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والإنسان ليس له هم ثالث يعني هموم الإنسان إما دنيوية وإما أخروية أخروية ما يتعلق بالمصير الذي يصير إليه يعني يخاف من عذاب الله يخاف من النار يخاف من الحساب وكذلك أيضا في الدنيا ما أهمه من الفقر ومن المرض ومن غير ذلك مما يقلقه ويزعجه ويشغل قلبه هذا إذ قال ذلك سبع مرات في الصباح وفي المساء فهذا شيء يسير ويترتب عليه هذه الكفاية ولا شك أن من توكى على الله تبارك وتعالى فهذا بنص القرآن بصرف النظر عن صحة هذا الحديث قال تعالى ومن يتوكر على الله فهو حسبه يعني كافيه فجعل جزاء التوكل هو الكفاية مباشرة جعله هو النتيجة والجزاء ومن يتوكر على الله فهو حسبه يكفيه يكفيه من ماذا يكفيه من كل ما أهمه يكفيه من كل شيء والمؤمن ليس له إلا هذا أن يتوكل على ربه ومليكه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماءه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن توكل عليه حق توكله ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله ترجمة نانسي قنقر